كده هوت أنه انفتحت أعينهما وعرفات فزمن القيامة زمن فرح وبهجة ومعرفة وانفتاح احنا النهاردة سيدنا من أجل الانفتاح والفهم ووعي العقيدة القيامة والبراهيم بتاعتها عشان ندرك الأمور الإلهية وبركة سمار الإيامة المجيدة سيدنا رح يدينا موضوع نيفتا أمبا هرمينا رح يدينا الموضوع اللي هو احنا اتفقنا عليه اللي موضوع عقيدة القيامة كيف أنها عقيدة كيف نعيشها وبرهين القيامة حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب ربنا بعيد عنكم يبدع عننا الزهن الباطل أو المغيب والفكر المظلم الأعمى في زمن القيامة زمن المعرفة معرفة ربنا وتزوقه اتمنى ان احنا في نهاية المحاضرة اللي هو فيه اياسئلة نبقى نتكلم فيها شكرا سيدنا على مجيئك وعلى محبتك ربنا يديك الصحة وطولة العمر وتعيش وتيجي تعلمنا شكرا خاطر بسم الله ابو الابن والروح الكدس لله الواحد عمين خرسوس نستي كل سانوا انتوا طيبين متشكر خالص على استضافة ابونا اثاناسيوس لي باخد بركة كبيرة لما باجي المدرسة هنا وبتشرف بلقائكم نفتح مع بعض حوار ونفتح مع بعض اسئلة وانا تحت امركم فيها بعد كده عشان الوقت هتكلم النهاردة زي ما قد سابونا اثاناسيوس يسأل على عقيدة براهين القيامة طبعا من من منظور ابائي كل كلامنا بيبقى كتابي ابائي في البداية هقول بس مقدمة صغيرة خالص عن عقيدة الفداء باختصار كده بسقوط الانسان بسقوط الانسان في المعصية والتعدي بتفكيرنا البشر كده قدام ربنا احد الحلول الحل الاولاني انه يترك الانسان بعد السقوط للهلاك ويموت الانسان وينفصل عن الله ويدوق الموت الجسدي والموت الابدي لكن ده طبعا انتقاص لرحمة ربنا لان الله يحب الانسان ولو قلنا ان الله يغفر للانسان بكلمة مغفورة لك خطاياك والله يقدر على ذلك لكن ده انتقاص لعدل ربنا عشان كده هي مش مجرد تعدي يحتاج الى غفران ولكن تعدي ادى الى فساد للطبيعة البشرية فبقى الانسان قابل للخطي فلو ترك الله الانسان في فساد طبيعته من غير ما يجدده هيفضل الانسان يخطئ الى الابد وطبعا مش ده اللي ربنا او خطة ربنا للانسان انه يعيش في كنف الله الى الابد حياة ابدية فكان لازم تتجدد الطبيعة البشرية يبقى ما ينفعش يتركه يهلك ولا ينفع انه يغفر له بكلمة فكان الحل الاوحد والوحيد ان الله يجب ان يجدد الطبيعة البشرية الساقط وعشان يجددها محتاج انه ياخد نائب عن البشرية حكم الموت في جسده طبعا لو دورنا على اي انسان في العالم ما كانش هيقدر يوفي هذا ايه هذا الدين ان يأخذ حكم الموت في جسده وينوب عن البشرية فكان الحل هو ان الله الكلمة يتجسد ويقبل هذا الحكم في جسده الخاص اللي اخده بالتجسد عشان كده لازم يكون عشان يتم الفداء بالكامل يكون الفادي انسان كامل ليه روح لجسد وروحه نفس بشرية وفي نفس الوقت غير قابل للخطيئة يعني يعني بلا خطيئة لانه لو قابل للخطيئة لو هو قابل للخطيئة زي الانسان يبقى كده ايه هو تاني برضو هيحتاج ليه لفادي فهو جسده غير قابل للخطيئة اتنين يكون قابل للموت يعني ممكن يموت بالجسد ليه لانه برضو لو ما ماتش يبقى لسه ما حققش ايه حكم الموت تلاتة لازم يكون ليه سلطان على الموت يعني يقوم ثانية كل ده طبعا اتحق في او بالله الكلمة المتجسد و بوليس الرسول يقول في رمية خمسة تمانية الله بيّن محبته لنا لانه ونحن بعد خطاء مات المسيح لاجلنا القديس اثاناسيس الرسول في كتابه تجسد الكلمة بيتكلم على عقيدة الفداء ويقول ان التوبة الوحدها ما كانتش كافية للفداء او لتجديد طبيعة الانسان فيقول اذا ماذا كان يجب ان يفعل حيال هذا اللي هو حكم الموت او ما الذي كان يجب على الله ان يعمله ايطلب من البشر التوبة عن تعدياتهم لكن التوبة تعجز عن حفظ امانة الله امانة الله هنا يعني عدل الله الله قال ايه يوما تأكل من الشجرة ايه موتا تموت وبعد كده قال قدام شوية قال اجرة الخطيئة هي موت فعضل الله لازم هيتحقق فلو الانسان طلب منه بس التوبة عضل الله لن يتحقق وفي نفس الوقت لن ما ينفعش ربنا يسيب الانسان لهلاكه عشان رحمته لا تنتفع يبقى لكن التوبة تعجز عن حفظ امانة الله لانه لن يكون الله صادقا ان لم يظل الانسان في قبضة الموت لانه تعدى في حكم عليه بالموت كقول الله الصادق ولا تقدر التوبة ان تغير طبيعة الانسان بل كل ما تستطيع هو ان تمنهم عن عمال الخطيئة يعني لو طلب من قدم انه بس يقدم توبة ماشي هي هيبطل انه يعمل خطيئة في المستقبل لكن المشكلة انه طبيعته هتظل قابلة للخطيئة في اي لحظة ممكن يسقط فكان لازم تتجدد عشان كده طرد ادم وحوى من الجنة في ناس بتعتبرها او يعني بتبصلها كنوع من القصوى من الله ولكن هي حكم رحمة ازاي لو فضل ادم في جنة عدن وكل من شجرة الحياة اللي هي بترمز لشركة في الله الاتحاد بالله يعني فيحيى الى الابد لكن هنا ساعتها هيحيى الى الابد وطبيعته ايه طبيعته سقطة طبيعته مائتة ومش ده اللي ربنا خال الانسان عشانه عشان كده الانسان اتمنع انه يأكل من شجرة الحياة وطرد برا الجنة لحين تجديد طبيعته ويرجع تاني يأكل من شجرة الحياة اللي هي بعد كده الافخارستية ولا تقدر التوبة ان تغير طبيعة الانسان بل كل ما تستطيعه هو ان تمنعه من عمل الخطيئة فلو كان تعد الانسان مجرد عمل خاطئ ولم يتبعه فساد لكانت التوبة كافية فما هي الخطوة التي احتاجها الامر بعد ذلك او منزل الذي يستطيع ان يعيد للانسان تلك النعمة ويرده الى حالته الاولى حالة البرارة الا كلمة الله الذي خلق في البدء كل شيء من العدم لانه لانه الكل الكل لدى الاب طيب دي كانت خطة الفداء طب وسيلة الفداء كانت ايه الصليب كان وسيلة تنفيذ حكم الموت عن طريق الصليب يبقى مشكلة الخطي ومشكلة اللعنة لعنة النموس ومشكلة سلطان ابليس على الانسان ومشكلة الموت كل ده اتحل بالايه بالصليب عشان كده لو تلاحظوا في القدس الالهي في القدس البسيلي خصوصا لما ييجي ابونا يصلي صلاة الصلح اول جزء في صلاة الصلح يا الله العظيم الابدي ابونا بيرفع ايديه ويقول لربنا احنا عاوزين نتصالح معاك تمام لكن في مشكلة الصلح ما ينفعش يتم ليه بعد ما بيقول الشماز صلوا من اجل السلام الكامل يا رب نفسنا يبقى فيه سلام كامل بيننا وبينك يروح ابونا رافع اللفافة المثلثة اللي كانت على الابروسفرين بتلاحظوا الجزء ده اللفافة المثلثة دي بترمز ليه ختمة على القبر ده تفسير لكن هي بترمز ليه ايه هو الخطيئة ده بيرمز للشر ابونا بصص لمن للشر اللي هو فيه عرش الله فلما بيرفع الخطيئة قبال ربنا بيقول يا رب الخطيئة او الشر فاصل بينك وبين وبين الشعب ايه الحل في ده فيجي شماس يقف قبال ابونا الناحية التانية ويرفع الصليب ويقول الحل في الصليب اللي هيصالح الله مع ايه مع الناس او مع الانسان يبقى كان الحل هو في الصليب اه طبعا ليه الصليب اختار ليه الصليب دي ممكن نبقى نتكلم فيها بعد كده لما ناخد ممكن محاضرة عن الصليب لكن احنا بنتكلم على ان الفداء تم بالايه بالصليب طيب هل ده نهاية المطاف يعني المسيح مات خلاص كده اخد حكم الموت الانسان افتدي اه هو حصل الافتداء لكن لسه ايه لسه ما اخدش سلطان على الموت يبقى كان لازم يقوم السيد المسيح بعد ما قابل الموت على الصليب واول ما مات على الصليب نزل الى الجحيم بتصلي الكنيسة في القداس البسيلي ونقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب في القداس الغرغوري يصلي ابونا ويقول اعطيت اطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم وفي اسبة الايامة اللي احنا بنقولها من اول العيد الايامة بنقول ايه بنقول الذي من قبل صليبه الموح نزل الى الجحيم ورد ادم وبنيه الى الفردوس يبقى بعد ما مات المسيح على الصليب نزلت روحه البشرية الى الجحيم وزي ما بيقول الكتاب سبه سبيا وده اللي تنبأ عنه العهد الاديم الكلام ده من العهد الاديم فنلاقي في مضمور ستاشر يقول لانك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع طقيك يرى فسادا وفي اشعية اتنين واربعين يقول انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيديك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامة هو انا بيتكلم عن الله الكلمة المتجز لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المقصورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة برضو هوشع 13 من يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم اين اباقك يا موت اين شوكتك يا هاوية اللي خدها بعد كده بوليس رسول و في زكريا 9 انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اصراك من الجب الذي ليس فيه ماء ليس فيه ماء يعني ايه يعني اللي موجودين في الجب دوت انفصلوا عن روح ربنا مفصولين عن الله ارجعوا الى الحصن اللي هو الفردوس يا اصر الرجاء كل اللي مات في العهد القديم مات على رجاء انه في يوم من الايام هيجي الفادي ويطلحهم من السجن الكلام ده طبعا اتكلم عنه كتاب العهد الجديد وقالوا ان اتحقق في مين في السيد المسيح فكان الفادي هو من نزل الى اقسام الارض السفلة وسب سبيا وطلع كل طبعا كان بداية الفردوس او اللي افتتح طريق الفردوس كان مين هو اللص اليمين هو اول واحد يموت في العهد الجديد ما يخش الشجحين من الاول طلع على طول على الفردوس وبعد كده المسيح نزل وايه وسب سبيا ودخل كل الذين ماتوا على الرجاء من اول الادم لغاية مات المسيح لكذا فافس اربعة يقول بوليس الرسول لذلك يقول اذ صعد الى العلاء سب سبيا واعطى الناس عطايا واما انه صعد فما هو الا انه نذل ايدا اولا الى اقسام الارض السفلة كمان بيقول بطرس الرسول فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطاي البار من اجل الاثمة لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محي في الروح الذي فيه ايضا ذهب فقرز للارواح التي في السجن كرازة يعني ايه بشهرة فهو راح قال لهم ابشروا جه وقت ايه جه وقت خلاصكم يبقى السيد المسيح عشان يتمم الفداء كان لازم بعد ما ذاق الموت على الصليب كان لازم يقوم من الموت ما كانش ممكن يكتفي بالموت كان في العهد القديم تتقدم الزبيحة ويموت او تموت الزبيحة فداء عن ايه عن الانسان اللي بيقربها زبيحة اثم او زبيحة ايه خطي لكن ما كانش كافية لان الانسان لسه زي ما هو مفتوديش ليس له سلطان على الموت ولما بيموت بعد كده بالفعل بالجسد روحه بتروح الجحيم فكان لازم الفادي لما يزبح على الصليب فعشان تبقى الفدية كافية لازم يموت من الايه من الموت عشان كده القيامة من الموت كانت لازم تحصل لثلاث اسباب اول سبب الانتصار على الموت الغلبة الموت نفسه تاني سبب اعلان لهوت المسيح لو المسيح مات وما قامش في برهان عن لهوته هنا طبعا لا برغم ان هو عمل معجزات كتير تدل على لهوته لكن انسان رجل الله ومات زي ما كان بيقول عنه اليهود تالت حاجة كبكورة بقى للرقدين صار لنا احنا كمان ايه رجاء في الايامة هاخد كده بسرعة ايتم ايتم كده ونتكلم عنه اول حاجة قبل ما اقول الايتم ديت قديس اثنانس يصلخص الكلام دوت وقال لانه بذبيحة جسده الذاتي وضع نهاية لنموس الموت الذي كان قائما ضدنا وصنع لنا بداية جديدة للحياة برجاء القيام الذي اعطاه لنا اول حاجة كانت الغلبة على الموت بطرس الرسول فاول عظاته في سفر الاعمال كانت يوم الخمسين بعد وحلول روح القدس على الكنيسة وقف بطرس الرسول يقول للناس عن المسيح الذي اقامه الله ناقدا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه لان داود يقول هنا بطرس الرسول بيستعير او بيقتبس من اهل مزمور احنا لسه عيلينه مزمور 16 تمام لان داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي لا اتزعزع لذلك صر قلبي وتهل اللساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء لمدة التلاتة ايام دول لانك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك دي كانت اول شهادة من التلاميذ عن قيامة الرب لان هم كانوا شهود القيام زي ما هنتكلم بعد كده حقيقة ان الموت وتقديم الزبيحة تمت بالصليب لكن غلبة الموت ما كانتش هتتم الا بالقيامة وده لازم كانت تحصل فلو كان المسيح فضل في الموت يبقى كان وقع تحت سلطان الموت وده عن حاشة لله الكلمة ان يكون الموت ليه سلطان عليه عشان كده بطرس الرسول زي ما قلتلكم استشهد بالمضموط 16 لانك لن تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا عشان كده من هنا كان لازم المخلص يقوم ناقدا او جاع الموت اذ لم يكن الموت او اذ لم يكن ممكنا ان ايه يمسك منه لحظوا هنا لما بيقول بطرس الرسول الذي اقام الله لان كتير جدا الحتة دي ساعات بتوقفوا الدم كتير او يقول ان الله الاب اقام المسيح وساعات الكتاب يقول المسيح هو الذي قام الفرق اكيد طبعا انتم عارفينها هنا لما بيتكلم عن ان الله الاب اقام المسيح هنا بيتكلم على ايه على نسوته ان المسيح قام بايه بلهوت ولانه واحد مع الايه في الجوه ولما بيقول ان المسيح هو اللي قام ده بسلطان لهوته اللي هو متحد الله الكلمة المتحد به يبقى بحسب التجسد الله هو اللي اقام بحسب لهوته او جوهره هو الذي اقام نفسه دي مطلق بطناش القديس كورولوس الكبير بيشرح الغلب على الموت ويتكلم ويقول ان الجسد المائت بيتكلم عن نسوت المسيح القابل للموت لانه هو بالفعل ذاق الموت المأخوذ من المائتين يعني المأخوذ من مست البشر لانه خد نفس الجسد بتاعنا المستعبدين للموت بس هنا بيتكلم عن الموت الايه موت الجسد لكن الله او المسيح ما كانش بلا خطية كان بلا خطية يعني الموت الروحي او الانفصال على الله كان الانسان ساقط تحته هو والموت الجسدي لكن المسيح كان قابل للموت الجسدي لكن طبعا الموت الروحي لا لانه بلا خطية قد صار هو نفسه جسدا للحياة هنا الحياة معناها هو من اللوغس الله الكلمة صار جسده الخاص لكي بهذا الجسد الذي كان خاضعا للموت بحسب طبيعته الجسدية يتمكن أن يحارب الموت وذلك بأن يقيمه من الأموات ويشكله من جديد في عدم فساد وفي نصر على الموت لأن الموت لما أصاب جسد الحياة إن عدمت قوته شبه أحد الأباء وقال لك الموت عامل زي وحش كل ما إنسان يموت يجو يبتلع فلما جه يبتلع المسيح لقى إيه لقى غير قابل للابتلع فحصل إيه رجعه تاني ومات الوحش يحصل له مات عشان كده في الإسم في إسم حلوة جدا القديس كروس بنقول إيه بالموت فيه آية طبعا بالموت داس لحن أمونجنيس بالموت داس الموت الإسم دلوقتي مش حضرة في ذهني بس هبقى هفتكار هالكو يعني فالمو فهنا الموت لما الحياة جه الموت يبتلع مات الموت والحياة إيه أظهرت للناس وقدس غريغوريوس النيسي أو أسكف نيسس يقول هذا اليوم حمل لنا بشارة رفع حكم الموت بل انقضاء الموت لأنه بالموت داس الموت تلاشى الموت ولم يعود له سلطان علينا البتة إذ إن قيامة المسيح قد محت تماما كل ما يذكر بإدانتنا يبقى نمرة واحد بقيامة المسيح حصلت الغلبة على الموت نمرة اثنين قلنا إيه إعلان لهوت المسيح آه متشكر خالص الاسم اللي هي كتبها القديس كيرولوس وبتتقال يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع بقوتك أكم أقم موت نفسنا من ضمن العبارات الجميلة جدا المعزية يا مسيح الله الذي بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع عارفين لما واحد بيحب واحد قوي وجه هذا الإنسان المحبوب لديه يقتل بيد أحد الأشخاص فينبري هذا الحبيب عشان ينتقم من القاتل لكن انتقم منه في نفسه بموتك قتلت الموت الذي قتل الجميع لكن بأيامته بقى أقم موت نفسنا يبقى نمر واحد الغلب على الموت نمر اتنين اعلان لهوت المسيح بوليس الرسول في رسالة روميا يقول بوليس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرد لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في القطب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بايه بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا في ناس بتاخد كلمة تعين وتقول لك المسيح أو يسوع ما كانش ربنا دا هو بعد لما قام ربنا عينه ايه عينه الفادي أو الابن وبالتالي بيلغي عنه انه ابن بالطبيعة لكن كلمة تعين هنا كلمة تعين معناها تبرهن يعني البرهان انه ابن الله الازلي كانت بالايه بالقيامة لذا ما قلتلكوا لو كان المسيح مات على الصليب بس كان ايه اللي يثبت انه هو ابن الله واحد مع الاب في الجوهر فكانت الايامة ضرورية عشان كده السيد المسيح هو ابن الله الازلي صحيح بالتجسد اخلى ذاته وحجب لهوته عن البشرية في فترة التلات فترة التلاتة وتلاتين سنة اللي عاش هالمسيح على الارض لغاية ما وصل لأقصى انواع الاخلاء كان امتى الصليب لكن لما اعلن لما قام المسيح واعلن انتصاره على الموت هنا اكد على انه ابن الله بالطبيعة واحد مع الاب في الجوهر معاه موجود منذ الازل يبقى كانت الايامة اعلان قوي جدا للهوت السيد المسيح تالت حاجة والحاجة اللي هي ايه تخصنا احنا بالقيامة بقالين احنا كمان رجاء بالايه في القيامة بوليس الرسول في رسالته الاهل روميا يقول لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته شبه موته ده امتى ايوه بالمعمودية بنموت بشبه موته مدفونينا معه في المعمودية هنا بيقول بشبه موته مش بموته ليه لان ما فيش انسان مات مع المسيح على الصليب فبيتكلم على اننا مدفونين في المعمودية على شبه موته تمام لكن في وقت الايام بقى اشرقنا معه يعني لما اراد الله ان يموت على الصليب لم يشرك معه احد ومات وحيدا ولكن حينما اراد ان يقوم ويعني النصر على الموت اقامنا ايه اقامنا معه الكلام ده بيشرحه القديس يحنى ذهبي الفم وبيقول رأيتم الذي زفرنا به بقيامة المسيح نحن موتنا مرتين لذلك يجب ان ننتظر قيامة مزدوجة اخطأ ادم فمات جسديا وروحيا اذ قال له الرب يوم تأكل من الشجرة موتا تموت الموت الاولاني في ذلك اليوم لم يزق الموت الجسدي طبعا لما ادم وقع او سقط في الخطيئة ما ماتش على طول ما ماتش جسديا على طول داعش بعدها قد ايه تسعمائة سنة لكن ذاق الموت الايه الروحي الاول وانفصل عن الله وترد من امامه امامه لكن كان اخد الوعد ان نسل المرأة يصحك رأس الحي وبعد كده ضق الموت الجسدي وروحه حبست في الجحيم على رجاء الكيام بعد كده وبعد ذلك مات جسده هنا في الارض اي ان الموت الذي نكتازه هو موت مزدوج كلنا كلنا لما بنتولد واخدين نفس الطبيعة الفاسدة اللي كانت اللي ادم لما سقط ايه كان فيها وعاش بيها على الارض فده كان الموت الروحي كلنا بنتولد به واثنين بعد كده بنذوق الموت الجسدي ربنا ديك وتلط العمر فعشان ننتصر على الموتين لازم ندوء اي ايامتين زي ما القديس يحن زهبي الفام بيقول اي ان الموت الذي نكتازه هو موت مزدوج وبما ان الامر هكذا اذا يجب ان تكون القيام ايضا مزدوج قمنا من الخطية الاديمة طالما اننا بالعماد الذي قابلناه دفنا معه يبقى اول نصر على الموت الموت الروحي عن طريق المعمودية وكلنا اخدناها وبالمعمودية ايضا قمنا معه هذه هي القيامة الاولى التي خلصتنا من الخطية بينما الثانية تخص قيامة الجسد لقد منحنا الرب القيامة العظمى فيجب ان ننتظر الصغرى يعني القيامة الاولى كلنا اخدناها واخدنا عربون القيامة التانية ستكون في اليوم الاخير حينما تقام اكسادنا من التراب ويلبس الفاسد عدم فساد ونحيا الى الابد وده اللي بيأكده بوليس الرسول برضو في رسالته الاهل الافس بيقول الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي حبنا بها ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع طب احنا امنا معاه الموت من الموت الروح اللي هي القيمة الاولى وبيقول اجلسنا معه في السماويات طب احنا مش جلسين معاه في السماويات يعني ايه اجلسنا معه في السماويات مش احنا قلنا انه بقورة الرقدين وخد نفس الجسد اللي مات بيه وقام بيه وجلس عن يمين القاب او يمين العظمة ونبع عننا بما انه اخد جسدنا وايه واجلسنا معه في السمويات قعربون لغاية منذوق العطية دي بالحقيقة يبقى لو المسيح ما كانش قام من الموت ما كانش هيبقى لينا رجاء في القيامة المسيح مات وما قامش يبقى احنا لما هنموت برضو ايه مش هنقوم عشان كده بولس الرسول كانت كنيسة كورنسوس كانت كنيسة متعبة جدا وكانت كلها مشاكل فكان كل شوية يبعتوله رسائل ويتكلموا عن امور مختصة بالخلاص او بامور مختصة بترتيب العبادة ومن ضمن الحاجات دي قوموا منهم قالوا ان ما فيش ايامة ايه للأجساد وده كان ريفليكشن لطايفة يهودية قالت ما فيش قيام الموت اللي هي طايفة ايه السدقيين قال لك ما فيش ايامة للجسد الايامة بتاعة المسيح ادت لنا نصرة بس على الموت الروح فاللي تخلص بس او اللي خلص بس هو الروح والجسد بعد كده هي ايه هيافنا وتحاول اتربوا انتهي على كده لكن بوليس الرسول بعت لهم وقال لهم لا الموضوع مش كده خالص وتكلم في رسالة كورنسوس الاولى اسحح 15 وتكلم عنها باستفادة وقال ولكن ان كان المسيح يقرس به انه قام من الاموات فكيف يقول قوم بينكم ان ليس قيامة اموات فان لم تكن قيامة اموات فلا يكون المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطل قرازتنا وباطل ايضا ايمانكم ويوجد نحن شهود زور لله مش احنا بنشهد ان المسيح قام وادانا عربون للقيامة فلما تيجوا تقولوا اننا مش هنقوم يبقى احنا بنعمل ايه بنشهد عن المسيح زور ان هو قام انه اقام المسيح وهو لم يقيمه ان كان الموت لا يقومون لانه ان كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام بعيدها تاني وان لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطياكم إذن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا يعني المسيح لسه إيه ما طلعش حد من الجحيم إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكور للراقدين فإنه إذن الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات الإنسان الأولاني هو مين آدم بإنطقى للموت لكل البشرية وبالإنسان التاني أو آدم التاني بقيامته كل البشرية زاقت القيامة لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع يبقى بوليس الرسول هنا بيأكد العلاقة ما بين أيامة المسيح وراجعنا نحن في أيامات نحن خلي بالك وإحنا قلنا بندوق القيامة الأولى كلنا بالمعمودية لكن رجعنا لسه في القيامة التانية قيامة أكسدنا الروح البشرية مش بس هي اللي هتخلص لا كمان الجسد لأن الإنسان لا يسقط في الخطية بجسده بس أو بمعزل عن روحه الإنسان بيسقط في الخطية ككيان واحد جسد ونفس وروح فالمسيح لما خلص الإنسان أو فدا فدا جسد ونفس وروح فالقيامة الأولى اللي هي قيامة الروح دقناها بالمعمودية ولكن لسه هنقوم كمان بقيامة الجسد وده اللي قاله المسيح آخر أو قاله البوليس آخر موت آخر عدو يبطل هو الموت ده بيشرحه القديس أثاناسيوس ويتكلم عن أن المسيح بقورة الراقدين ويقول لأن الرب كان مهتما بصفة خاصة بقيامة الجسد التي كان مزمعا أن يتممها إذ أنها دليل أمام الجميع على انتصاره على الموت ولكي يؤكد للكل أنه أزال الفساد وأنه منح أجسادهم عدم الفساد من ذلك الحين فساء أيضا وقدمان وبرهان على القيامة المعدة للجميع فقد حفز جسده بغير فساد والقديس كورولوس الكبير برضو بيشرح رجاء القيامة ويقول أننا نعتقد أن السر الحاصل بقيامة المسيح يمتد ويدرق جميع طبيعة الإنسان يتكلم على طبيعة الإنسان إيه إذا ما اتفقنا جسد ونفسه وروح يعني أيامة المسيح هتدرك كمان الجسد مش بس الروح فنحن نؤمن أن طبيعتنا كلها فيه هو أولا كنائب عننا قد انعتقت من الفساد لأن الجميع فساد الخطية وفساد إيه فساد الجسد بعد كده لأن الجميع سيقومون على مثال ذلك الذي أقيم لأجلنا وهو حامل الجميع في نفسه من حيث أنه إنسان وكما أننا سقطنا جميعا في الموت في الإنسان الأول هكذا أيضا سيقوم الجميع في الذي صار بكرا لنا ولكن الذين صنعوا الخير إلى قيامة الحياة كما هو مكتوب والذين صنعوا الشر إلى قيامة الدينونة وده اللي قاله المسيح إن الناس كلها تقوم بس في ناس هتقوم الذين صنعوا الصلاحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا لقيامة الدينونة فالأجساد كلها هتقوم بس في أجساد طبعا مع أرواحها هتعيش مع الله إلى الأبد وفي أجساد بأرواحها ستنفصل على الله إلى الأبد وأنا أؤكد أن القيامة للعذاب هي أصعب وأقصى من الموت نفسه يعني موت الجسد ولا حاجة جنب الانفصال على الله في اليوم الأخير ربنا يرحمنا كلنا من هذا المصير ناس كتير بتسأل طيب ليه المسيح اختار بالذات ثلاثة أيام عشان يقوم بعديهم ليه ما قامش بعد يوم أو يومين وليه ما قامش بعد ثلاثة أيام ليه اختار ثلاثة أيام طبعا حتة ثلاثة أيام رمز لها في العهد القديم وهو نفسه تكلم عنها كذا مرة ويقول أنه هي يصلب أو يقبض عليه ويتصلب ويقوم بعد ثلاثة أيام بس برضو ليه ثلاثة أيام ليه ثلاثة أيام القديس أثاناسيوس بيشرح الجزء ده برضو في كتاب تجسد الكلمة ويقول لقد كان يستطيع أن يقيم جسده بعد الموت مباشرة يعني بعد ما اتصلب ومات على الصليب واتدفن كان ممكن في نفس الليه لا يقوم ليه ما اخترش كده ولكن المخلص بحكمة وبعد نظر لم يفعل هذا لأنه لو كان قد أظهر القيامة في الحال لكان من المحتمل أن يقول أحدهم أنه لم يموت بالمرة يعني كان مغمع عليه واتدفن وهو مش متأكدين أنه مات وبعد شوية خبط من جوه وسرخ وفتح ولو وخرج فالقديس هذا الناس يسأل ما ينفع في يوم طيب وربما لو كانت القيامة قد حدست في اليوم التالي للموت مباشرة لما ظهر مجد عدم فساد جسده يعني يعني لو قلنا مثلا أنه اتدفن وما كان ميت يعني كان مغمع عليه جوه القبر هيموت من الخنقة لكن ما كان هيلحق يفسد والنبوة كده بيقول لا تدع طقيق يرى فسادا لأن معروف أن الجسد يفسد بعد يومين وخصوصا في الجو اللي اتصلب فيه وقت المسيح كان في الربيع يعني كان الجو يبدأ يحر فطبعا الجسد بياخد يوم يبتدي يحصل فيه زي ما نقول الفرمنتيشن والحاجات دي وفي اليوم التاني يبتدي يتفسخ واليوم التالت عشان كده لما السيد المسيح جاه يقوم لعظر أخته قالت له قد أنتن فالسيد المسيح برضه لو كان قام قبل التلت أيام كان ممكن يقول أنه تستبدلوا جسده بجسد تاني ما الحقش يفسد فشافوا لهم جسد تاني ولذلك فلي كي يتأكد موت الجسد موت وفساد طبيعيا يعني فإن الكلمة أبقاه يوما آخر وفي اليوم الثالث أظهر عديم الفساد أمام الجميع أو أظهر أظهره عديم الفساد أمام الجميع وربما لو كانت القيامة قد حدست في اليوم التالي للموت مباشرة ما قلنا لما أظهره مجد عدم فساد جسده ولذلك فلكي يتأكد موت الجسد فإن الكلمة أبقاه يوما آخر وفي اليوم الثالث أظهره عديم الفساد أمام الجميع إذن فلكي يتأكد موت الجسد لذلك أقامه في اليوم الثالث ولكن لو أنه أقام الجسد بعد أن بقى فترة طويلة يعني وبعد أن يكون قد فسد تماما فقد يشك فيه كأنه قد استبدل جسده بجسد آخر التلاميذ خدوا الجسد اللي فسد ودفنوه في حتة تاني واستبدلوا جسده وقالوا أنه قام لأن الإنسان بمرور الزمن قد يشك فيما سبق أن رأاه وينسى ما قد حدث فعلا لهذا السبب فإن الرب لم ينتظر أكثر من ثلاثة أيام بعد كده بيقول إذ كان الذين قتلوه لا يذلون أحياء على الأرض وفي نفس المكان ويمكن أن يشهدوا بموت جسد الرب بيتكلم على اليهود والرومان فإن ابن الله نفسه بعد فترة ثلاث تيام أظهر جسده الذي كان قد مات غير مائة وعديم الفساد وقد اتضح للجميع أن الجسد قد مات ليس بسبب أي ضعف في طبيعة الكلمة الذي اتحد بالجسد بل لكي يبادل موت فيه في جسده بقوة المخالص بالتحاد باللهود بالله الكلمة أقام جسده مرة أخرى يبقى ما سابش جسده أو ما قومش جسده بعد يوم أو يومين لقل لا يقولوا أنه ما ماتش من الأساس ولا سابه أكتر من ثلاثة أيام لقل لا يقولوا أنه ما استبدوا أنه جسد بجسد آخر لأنه فسد نيجي للجزء اللي أساس المحاضرة بتتكلم عنه براهين القيامة إزاي حدثت الإيامة لم يذكر الكتاب المقدس إزاي كتاب المقدس ما ذكرش الميكانيزم بتاعت الإيامة المسيح قام إزاي اكتهد البشر والعلماء في إزاي المسيح قام ولما اكتشف كفن السيد المسيح ابتدوا عملوا عليه دراسات كتيرة جدا وقالوا عليه بعض الميكانيزم إزاي المسيح قام لكن سيظل حدث القيامة أو الميكانيزم بتاعت الإيامة سر لم ولن يستعلن في اليوم الأخير بقى لما احنا كمان ناخد إيه هذه العطية ساعتها هنعرف إزاي لكن لليوم الأخير محدش عارف بالضبط المسيح قام إزاي لكن اللي نعرفه حكتين بس أول حاجة أن القبر وجد فارغا القبر كان فارغ ولو كان المسيح قام وفضل الحجر على باب القبر ما كانش حد هيعرف أن المسيح قام ولو حتى كان ظهر للتلاميذ بجسده الممجد والحجر على باب القبر ومختوم برضو كانوا هيشوك ليه هيقولوا أنه هو ظهر ليهم بجسد آخر ما عامش بنفس الجسد يعني هو الجسد اللي مات خلاص الدفن وقام لهم بجسد تاني خد جسد تاني وده طبعا مش ايه مش الايامة فكان لازم بعد طبعا هو سيد المسيح قام والحجر موضوع ونزل للجحيم وسبة سبيا وبعد كده الملاج جه وضحرج الحجر عشان يعلن عن الايامة يبقى نمر واحد او اول برهان اللي هو البرهان هنقول البسيط ان البر كان فاضي واول ناس تكتشفوا هم مين المريمات مريم المجدلية مريم ام يعقوب وسلومة وطبعا معهم مريم الاخرى اللي هي مين مريم العضر وبعد كده اللي شاف البر فارغ بعد المريمات مين هم بطرس ويوحان فدول الشهود بتوع الابر الفارغ لكن برهان الابر الفارغ مش برهان قوي قوي ليه لان جه اليهود وطلعوا الدعاء وقالوا ان تلاميذوا اتوا ليلا وصرقوه فكانوا فيه فالبرهان ده مش قوي قوي مع ان البرهان ده مردود عليه من الكتاب المقدس ازاي طبعا احنا قلنا ان المريمات جم وشافوا الابر فارغ في اول الاسبوع اول الفجر اتينا للقبر حاملات الحنوط فوجدنا الحجر مضحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب وبعديهم طبعا بطرس ويحن لكن القديس يحن ذهبي الفم بيرد على ادعاء اليهود بان التلاميذ هم اللي سرقوا الجسد ويقول من الشهود نلاقي ان حتة ان التلاميذ جم سرقوا الجسد مردود عليه فبيقول لماذا وقدت الاكفان بمفردها والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع وحده مش ده اللي شافوه بطرس ويحن في انجيل يحن يحن قال ايه نظرة وايه وامن امن بايه لان حتة ان الناس تيجي وتفك الاكفان من على جسد المسيح انتوا عارفين ان يوسف الرامي ونكوديموس حطوا ايه على جسد المسيح حنوط ومن ضمن الحنوط اللي بتتحط حاجة اسمها المر المر دوت بيخلي حاجة بتبقى عاملة زي الغرة اه السمغ فبتلزق الاكفان في بعض في الجسد فيحن زهبي الفم بيقول لكي تعلم ان هذا العمل ليس من فعل اناس في حالة استعجال يعني لو التلاميذ مستعجلين وعاوزين ييجوا يسرقوا الجسد هيعودوا لسه يفكوا الاكفان منه طبعا ايه بالعقل اللي يمكن ويستولى عليهم الاضطراب ويضعون منديل الرأس منفاصلا بمفرده والاكوان والاكفان بمفردها وبسبب هذا الامر امن التلاميذ بالقيامة عشان كده يحن الرسول بيقول فدخل القبر وانظر وامن لما نظر الاكفان موضوع فتأكد اني ان المسيح امن الموت طيب قلنا البرهان ده يمكن مش قوي قوي لكن البرهان الاقوى هو ظهرات المسيح بعد الايامة هو ده البرهان الايه الاقوى وده ما يبلش الشك وده ايمان وامان الاباء اللي نقلوه من جيل لجيل لغاية دلوقتي اللي يأكد على حقيقة القيامة فالايامة مش بس تعني ان القبر بس وجد فارغ لكن فراغ القبر او القبر الفارغ ده كان اشارة مجرد اشارة لكن الدليل الاقوى على القيامة كان ظهور المسيح بجسده اللي مات بيه هو هو لتلاميذ ه بعد الايام اول شاهد للقيامة كان مين مريم المجدلية ويقول القديس مرقص في انجيله وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون يبقى اول شاهدة للهيامة كانت مريم المجدلية بعد كده كان تلمزي عمواس في نفس الوقت ظهر لهم المسيح وهم في طريقهم لعمواس ويقول بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البرية على فكرة طبعا التلاميذ ما صدقوش مريم المجدلية تمام مع انها شهدت وبرضو نفس الكلام تلمزي عمواس بعدما يقول كده هوت الكتاب انفتحت اعينهما راحوا وذهب هذان واخبار البقين وبرضو البقين ما صدقوش ام تصدقوا لما ظهر لهم في الوسط والابواب مغلقة تالت شاهد اللي حكى بقى الكلام ده في انجيله وقال اني شهادته حق اللي هو يحن الرسول ويقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق ده بيكلم ايه اجيال مش بيكلم الناس بس اللي عايشة في ايه في وقته ده بيكلم الاجيال كلها قادمة بيقولهم شهادت اللي انا بشهادها دي حقيقية انا انا شهادت بعيني قيامة طبعا موت وصلب وقيامة المخلص طيب يبقى مريم المجدلية وتلمزايا عمواس ويحن الرسول طيب بقيت الرسل مش هما شافوا الايامة شهدوا امتى بايامته امتى امتى لا هما هما شهدوا بايامة المسيح امتى للناس في يوم الخمسين بطرس الرسول وقف اول عزة لي وقال يسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك وبعديها باسبوع لما قوم المقعد في الهيكل برضو وقف وتكلم وقال ولكن انتم انقرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل اللي هو برباص ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك بيحكي عن امر شفوه بعنيهم ولمسوه باديهم زي ما يحن الرسول بيقول في رسلته الاولى وبعد كده بيتكلم بقى واحد ما شفش الايامة بعنيه في لحظتها لكن اصفار العهد القديم لكن اللي جاي العهد القديم ما تكلمش عنه لكن كان بيسلم اذا كان شفويا او كتابة من ايه من شخص لشخص من كنيسة لكنيسة فيقول وانه ظهر لصفة ثم لل اثنى عشر وبعد زهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة اخ اكثر هم باقي الى الان يعني لو عاوزين تروحوا تسألوهم روحوا هم عايشين ولكن بعضهم قد رقدوا يعني اتنيح وبعد ذلك ظهر ليعقوب يعقوب اللي هو اول ايه اول رئيس اصقفة لكنيسة ارشاليم ثم للرسل اجمعين وفي الاخر بيقول بوليس رسول ثم اخر الكل ظهر لي مثل الايه الذي مثل السقط يعني هنا بيأكد على قيامة المسيح على لسان او فم شهود كثيرين ومش بس التلاميذ اللي هم الدايرة الدايقة بتاعت الاثناشر لا ده بتكلم على خمسمية اخ وطبعا انتم عارفين ان اليهود بيتمسكوا او بالشريعة فما فيش شهادة تقوم الا على فم ايه شهادين او ثلاثة طب دول ايه خمسمية فهنا الشهادة قوية والبرهان لقيامة المسيح قوية عشان كده بس فيه حاجة مهمة يمكن في النص ده بوليس الرسول ما جابش سيرة خالص مريم المجدلية ليه معين دي اول شهادة عشان ايه ايه كان عندها شك في الاول لا بالزبط اليهود لا يأخذوا بشهادة المرأة تمام عشان كده ما جابش سيرة مريم المجدلية خالص ولا المريم مات فقال لك بس ايه شهادات الرجال فانا بس بيتكلم بوليس الرسول بيتكلم مش انتوا بتؤمنوا بشهادة اتنين وتلاتة بتؤمنوا بشهادة الرجال اهو انا جايب لكم شهادة ايه خمسمائة واحد فبيتكلم على برهان ايه قوي في منتهى القو اخر جزء هتكلم عنه هو في ظهرات السيد المسيح بعد القيامة ظهر للتلاميذ بذات الجسد الذي صلب به يعني بنفس الهيئة تمام ليه ما يقولش انه خيال بصوا نمرة واحد مش هنقول انه هو خيال لانه ملمسو لكن لو كان ظهر في هيئة تانية هيئة تانية يعني ايه يعني جسد كامل من غير الجروح من غير مكان او قصر الحرب لكن ظهر بنفس الهيئة نمرة واحد لا يعتقدوا انه قام بجسد اخر غير جسد زي ما قلت لكم ان الابر كان لازم ان الحجر يتضحرج من عليه برضو لهذا السبب المسيح عاوز يقول لتلاميذ ولكل البشرية انا قمت بذات الجسد عشان يقول لنا انه بكورة الراقدين وانتو كمان هتقوم بذات الجسد صحيح جسد بقى ممجد مختلف عن الجسد الفاسد لكن بجسد اخر غير فاسد لا يموت نمرة اثنين عشان لو كان قام بالجسد الممجد ما كانش هيقدروا يعينوا هذا مجد هذا الجسد انتو فاكرين لما السيد المسيح تجلى على جبل التجلى والدام بطرس ويعوب يحنى قدروا يعينوا مجد جسده عملوا ايه وقوا على الارض فتخيلوا السيد المسيح هيقوم بجسده بقى الممجد مش مجرد تجلى لا جسد بقى الممجد في هيئته الاخيرة اللي جلس بيها على يمين العظمة كان التلاميذ هيقدروا يعينوا هذا المجد كانش هيقدروا عشان كده كان لازم يقوم او يظهر بنفس الهيئة الهيئة اللي فيها اخلاء فيها اثر المسامير وفيها اثر الحرب القديس كرولوس الكبيل بيشرح الحتة دي برضو ويقول رغم ان الوقت كان مناسبا جدا ان يغير جسده الى شكل وجمال فائق يناسب القيامة الا انه قرر حسب تدبيره وده على فكرة اللي خلى المسيح برضو يأكل ويشرب مع التلاميذ هو عاوز يأكد ليهم انه انه ده جسد اللي مات بيه الا انه قرر حسب تدبيره وعنايته ان يظهر جسده بشكله كما كان من منذ البداية لكي لا يتصور احد انه يلبس شكلا اخر غير ذلك الشكل الذي صلب به هو هو اللي مات وتصلب به هو هو اللي اقام وصعد به كما ان عيوننا لم تكن لتستطيع ان تحتمل مجد الجسد المقدس لو ان المسيح اراد ان يعلن مجد القيامة للتلاميذ قبل ان يصعد الى الاب يبقى المسيح قام بنفس الهيئة عشان حكتين واحد يأكد انه ما قام بشكل تاني او بجسد تاني واثنين ما كانش التلاميذ هيستحمله نور مجد جسد القيامة لو ظهر بنفس بها هذا المجد وعشان كده بوليس الرسول قال لما اهل كرونسوس قالوا مستحيل ان الجسد ده هيقوم في يوم من الايام فقال لهم وقاب المثل بتاع البزرة قال البزرة بتموت تمام لكن في الاخر بيحصل ايه بتطلع شجرة ليها شكل تاني بس هي هي ولا لا نفس الكلام ان لم تكع حبة الحنطة وتمت تبقى وحدها المسيح اللي حبة الحنطة مات بالجسد ودفن وقام بجسد ممجد بس لما قام بجسد ممجد ادانا عربون اننا كمان نقوم بعد كده معاه بجسد ممجد فيلبس الفساد عدم ايه عدم فساد انا كده خلصت انا عارف ان بقى في اسئلة كتير بالدور حوالين الايام انا يعني هديكم لو نسمح لابونا كده خمس دهاية ولا حاجة وبعد كده ممكن نسمع الاسئلة بتاعتكم مجد لله دايما شكرا سيدنا شكرا كتير مجيء نيافتك وتعبك سيدنا كنت الخير سيدنا بركة لنا